في الحقيقة في البداية أسعد الله مساءكم جميعا والأخوة المشاهدين ثانيا هناك شيء يسمى الشمال السوري يجتمع فيه وجع العرب والكرد والسريان والأشور وكافة مكونات المجتمع السوري في الشمال السوري حول الهجمات والتهديدات التي صدرت سابقا وتصدر حاليا والممارسات العدوانية الخارقة للمواثيق الدولية والخارقة للقوانين العامة والأخلاقية ابتداء من كوبني إلى عفرين إلى التهديدات المطلقة من قبل الحكومة العثمانية على الأراضي السورية إنما أريد أن أقول أن تأثيره على المجتمع العربي بشكل عام هي تأثيرات سلبية وفقدان ثقة في كينونة الدول العظمى القائمة على حل الأزمة السورية في حال أن هذه الدول لم تستطع ردع أردوغان في ممارساته العدوانية على الأراضي السورية في عفرين خشية منها أن تبدأ مفاوضات أيضا أخرى واتفاقات مع حكومة أردوغان لسلب جزء آخر من الأراضي السورية إنما نحن متفقون جميعا كردا وعربا وسريانا إننا سندافع عن مناطقنا وسندافع عن الأراضي السورية وحدود سورية لآخر قطرة من دماع أبنائنا بكافة مكوناتنا نعم نحن في العشائر العربية في مناطق الشمال السوري نتعامل مع الحكومة السورية في تقريب وجهات النظر بينها وبين أبناء الشمال السوري من كل المكونات لكي نستطيع إيجاد حلول والذهاب إلى حوار جدي يكون سوري سوري لحل القضايا العالقة من قضايا العرب والكرد وكافة مكونات المجتمع حتى نصل إلى دستور حديث وجديد يكون فيه كل السوريين على حد سواء والعشائر العربية تتعامل مع الحكومة السورية كحكومة شرعية يجب على كافة مكونات المجتمع التعامل معها والحوار معها لإنشاء دستور جديد لأنها أيضا هي طرف في المعادلة السورية نعم باعتقادنا إذا استرجعنا تصريح وليد المعلم قبل فترة وجيزة بأنه لن يكون هناك تفاهم مع الأتراك ضد مكونات الشعب السوري في الشمال السوري حيث أن العشائر حاليا تلعب دورا كبيرا في التفاهمات على أساس حماية المناطق وعلى أساس أن تتحمل الحكومة السورية بسؤولياتها كدولة لها سيادتها المستقلة وعليها أن تحمي حدودها من الغازي والطامع التركي أو كان كهو كان أو كان غيره نعم علاقتنا مع الإدارة الذاتية هي علاقة شراكة نحن شركاء منذ بداية تأسيس الإدارة الذاتية وستصف في هذه المصلحة لأن من ثمار التفاهمات والتعايش المشترك بين مكونات المجتمع في الإدارة الذاتية هي ولادة قسد قوات سوريا الديمقراطية التي حررت جميع المناطق وهي الآن تقارع الإرهاب في آخر معاقله في هاجين ومناطق دير الزور هناك مثل عربي يقول مجبر أخاك لا بطل نحن كأبناء مناطق سوريا الشمال السوري مجبرين أن نحارب وندافع عن بيوتنا وأعراضنا وكراماتنا ومناطقنا ضد الاعتداءات التركية كانت أو داعش لأن نحن دائما نرى بأن تهديدات داعش على المنطقة تبدأ بها تركيا حينما ترى أن قوة داعش تتقهقر وهي تعرف جيدا أن آخر معاقل داعش هي محاصرة وعليها خطر كبير وبحكم أن أردوغان هو الداعم الوحيد لداعش وللمرتزقة الطامعين في الأراضي السورية والطامعين في ثروات بلادنا إنما من طرف الحكومة السورية نحن متفقين نحن والحكومة السورية بالمبدأ على أننا نحن نحافظ على وحدة الأراضي السورية وسندافع عنها ضد الاحتلال التركي حتى نستعيد آخر رقعة أرض من الأراضي السورية من الأتراك ترجمة نانسي قنقر